أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على مواصلة الجهود لدعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والحفاظ على مسار النمو الاقتصادي وخلق الفرص النوعية للمواطنين مشيرا إلى أن إطلاق الحزبة المالية والاقتصادية ساهم في الحفاظ على استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقا لمساعد تنمية المستدامة لصالح المواطنين والتخفيف من الآثار الاقتصادية المترتبة على القطاع الخاص حفاظا على النمو المستدام ودعما للمواطنين من خلال عدد من البرامج للتخفيف من آثار الجائحة عليهم وأضاف معالي أن الخطط والمبادرات المتعلقة بمرحلة التعافي الاقتصادي والمالي تهدف إلى مواصلة العمل لتحقيق الأهداف المنشودة خاصة في المرحلة المقبلة التي تستوجب التكامل بين كافة الجهات والقطاعات في المملكة للحد من تداعيات بما يصب في صالح الجميع وتجنب أي تأثير مباشر على المواطنين وزيادة وثيرة العمل للحفاظ على الأداء الاقتصادي المنشود من خلال وضع برنامج التوازن المالي على مسار تحقيق أهدافه بحلول العام 2024 جاء ذلك خلال لقاء معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بحضور سعادة السيد جميل بن محمد دحمدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة وسعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين حيث أعرب معالي عن تقديره للجهود التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة البحرين وأسهاماتها في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة للمملكة من جهته نوها سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بأن البيئة التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين مهيئة للعودة لمعدلات النمو الاقتصادي لما قبل الجائحة معربا عن أهمية دعم برنامج التوازن المالي لتحقيق أهدافه بحلول عام 2024 ترجمة نانسي قنقر